العالم ابن البيطار الجزء الأول إننا في نهاية القرن السادس الهجري وقد ازدهرت الحركة العلمية في كل الدول الإسلامية وستشهد نهاية هذا القرن مولد عالم فذ شهد له معاصروه ومن جاءوا من بعده بأنه من أعظم العلماء في تاريخ البشرية عالم سيولد بالأندلس وينشأ بالمغرب ويشتهر في مصر وينهي حياته في الشام حياة طاف فيها بهذه البلاد وفي كثير غيرها إنه عالم النباتات العظيم عبد الله بن أحمد الذي عرف بابن البيطار يا أهل البيت يا من هنا خيرا ما الأمر يا سيدتي أنت الطبيب البيطري أحمد نعم أنا هو أخبروني أنك واحد من أفضل البيطريين في المدينة فهل ساعدتاني؟ أساعدك بالطبع ماذا حدث؟ فرسي على وشك أنت لدى خلال أسبوع على الأكثر ولكنها بدأت فجأة في الهزال والضعف يا إلهي قد يكون هذا خطرا على الجنين في بطنها ولهذا لجأت إليه حسنا حسنا سأتي معك فورا أمهليني لحظات تفضل يا سيدي إلى أين تذهب يا أحمد؟ فرس مريضة وتحمل جنينا في بطنها يجب أن تسرع إذن إنهم حياتان لا حياة واحدة هل يمكن أن آتي معك يا أبي؟ تعال يا عبد الله أمر جيد أن تراني وأنا أمارس مهنتي هيا بنا لم نتأخر إن شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ألا تطعمينها؟ على العكس إنني أعطيها حصتها اليومية من العلف التي تأخذها دائما وهل يعقل هذا؟ إنك لا تطعمين حيوانا واحدا بل إثنين ويجب أن تريحيها من العمل منذ الآن ولمدة أسبوعين بعد الولادة سأمر عليها بعد أن تلد لأتابع حالة المولود وأصف له الغذاء المناسب وماذا عن غذائها هي؟ قللي من العلف الذي يملأ بطنها ويشعرها بالشبع دون أن يكون ذا فائدة حقيقية يمكنك أن تضيف إلى طعامها نخالة القمح وبعض الضرة والشعير والجزر هذه المواد مفيدة جدا للخيول عموما وللفرس في فترة الحمل على الأخص شكرا لك يا سيدي الطبيب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ما لي أراك صامتا يا عبد الله؟ فكر فيما سمعتك تقوله يا أبي وما الذي قلته ويستحق كل هذا التفكير؟ أليست هذه الخضروات والفبوب التي وصفت للمرأة أن تقدمها غذاء للفرس؟ هي من النباتات؟ بلى وأيضا سمعتك تقول من قبل إن الحيوانات كالإنسان تمرض وتحتاج إلى العلاج هذا صحيح إذن إن كانت النباتات تفيد في جعل صحة الحيوانات أفضل إن تناولت بعض الأنواع منها بعناية فلابد أن هذا ما سيحدث مع الإنسان أيضا عظيم ومن المؤكد أن بعض تلك النباتات تفيد في الشفاء من بعض الأمراض هل هذا تصور صحيح أم أنني أبالغ؟ بل أنت مصيب يا عبد الله وهناك علم يختص بالنباتات وطريقة استخراج الأدوية منها كم أتمنى أن أعرف المزيد عن النباتات وكيف أستفيد منها؟ لطالما كنت أتوقع أنك ستصبح شغوفا بالعلم ظننت أنك ستهتم بالحيوانات والطب البيطري وتصبح بيطريا مثلي ولكن يبدو أن لديك اهتمامات أخرى ها هو ابن البيطار هناك يا ابن البيطار يا ابن البيطار إنهم أصدقائي ينادونني لننطلق إلى الغابة المجاورة ولماذا لا ينادونك باسمك يا عبد الله؟ لأنهم يقدرونني فوالدي من أمر الأطباء البيطريين ويشرفني أن ألقب بابن البيطار كم أتمنى أن تظل متميزا هكذا يا عبد الله هيا انطلق إلى أصدقائك وانتبه لنفسك حتى لا يصيبك مكروه في الغابة كان ابن البيطار يحب قضاء الوقت في تلك الغابة متجولا بين النباتات ومراقبا لها ماذا بك يا ابن البيطار؟ ما الأمر؟ نأتي هنا للعب ولكنك ترافقنا ثم تعود معنا دون أن تشاركنا اللعب لماذا تلعبون؟ ما هذا السؤال؟ لنستمتع بوقتنا طبعا أنا أيضا أستمتع بوقتي ولكن بطريقة أخرى أي طريقة؟ أراكب الطبيعة أتابع نمو النباتات أنشغل بمراقبة الحيوانات وهي تأكل من نبات وتترك آخر أين المتعة في هذا؟ أنا أجد كل المتعة والسعادة فيما أفعل هل تعرف أنني بمساعدة والدي عرفت أسماء أغلب أنواع الزهور الموجودة هنا؟ حقا؟ نعم هذا ورد وهذا كرنفل وهذا دفلة وهذا بنفسج وهذا يسامين وهذه تسمى شقائق النعمان وهذا سوسن وهذا نرجس يا إلهي هل عرفت كل هذا؟ وأعرف أيضا أنواع الأشجار ومواسم السمار ولكنني رغم هذا أعتبر نفسي لا أعرف الكثير وأتمنى أن أستزيد من العلم يبدو أنك تستمتع بهذا الأمر فعلا يدنا البطار هيا بنا الشمس توشك أن تغرب ويجب أن لا نتأخر هيا أدأت الرحلة الحقيقية لابن البطار في العلم عندما تتلمد على يد العالم أبي العباس بن الرومية صاحب الشهرة العظيمة في علم النبات ولدي شغوف منذ صغره بالنباتات وأتمنى أن يكون تلميذا نجيبا من تلاميذك قليلون هم الذين يفكرون في الاهتمام بالنباتات فما السر وراء اهتمامك بهذا الفرع من العلم؟ إن عالم النباتي يا سيدي عالم واسع ومدهش كلما عرفت منه أمرا جديدا تكتشف أنك كنت تجهل أكثر مما علمت كما أنني أعتبره علما مهما فمن النباتات تستخرج الأدوية فإن كان الطبيب هو الذي يساعد الناس على البقاء أصحاء فهو لا يستغني عن عالم نباتات يساعده في اكتشاف الأدوية المناسبة عظيم أنت تدرك بالفعل أهمية هذا العلم حسنا مرحبا بك يا عبدالله تلميذا جديدا وأرجو أن تستفيد مما سأعلمه لك وسندرس علمين لا علما واحدا علما النباتات وهو ما جئت ترغب في دراستك وعلم الشريعة وهو أمر لا غنى لأي عالم مسلم عنه كنت متأكدا أنني اخترت المعلم المناسب وأتمنى أن أكون قد رزقت أنا أيضا بالتلميذ المناسب بدأ ابن البيطار دروسه على يد معلمه الجديد أبي العباس بن الرومي وكما توقع ابن العباس لم يخيب ابن البيطار ظل وهذا ما اختشفته أنا وتلميذي عبدالله الذي يحب أن أناديه بابن البيطار هذه مجموعة من الأدوية أخبرهم بعمل كل دواء يا ابن البيطار هذا الدواء مفيد للعدوى التي تصيب العين وهذا للأمراض التي تصيب الأذن كما توصلنا لصناعة عدد من المستحضرات التي تسهل عملية الهضم لمن يعانون من أمراض المعدة وقد جربنا الأدوية على مجموعة من المرضى وأثبتت فعاليتها والحمد لله ما شاء الله إنجازات عظيمة في وقت قصير أنتما تقومان بتركيب الكثير من المستحضرات الجديدة تمر فترة قصيرة بين كل اجتماع وآخر فتدهشاننا بالمزيد والمزيد لا أمكر أن ابن البيطار له فضل كبير في هذه الاكتشافات ويجب أن أعترف أمامكم أنه وإن كان تلميذي إلا أنه تفوق علي عفوا يا معلمي أنا ما زلت وسأظل تلميذا لك وإن كنت قد توصلت لاكتشافات جديدة فالسبب بعد توفيق الله عز وجل هو توجيهك ورعايتك المستمرة لي وهذا أكثر ما أحبه ويعجبني فيك تواضعك وأخلاقك العالية ابن البيطار نموذج يجب أن يحتذا به وأتمنى لو أن كل المهتمين بعلم النباتات بل بأي علم من العلوم يتحلون بمثل صفاته ولأن طموح ابن البيطار كان كبيرا فقد قرر أن لا يكتفي بما تعلمه في الأندلس ولذا أريد يا معلمي أن أسافر إلى مختلف دول العالم أدرس الأعشاب وأجري التجارب وأعرف المزيد من أسرار النباتات لا تكن متواضعا يا ابن البيطار لماذا تقول هذا يا سيدي؟ أعترف أن رغبتك في السفر سببها أنك لم تعد تجد جديدا هنا فقد طفوقت إلى الحد الذي جعلك تعرف كل ما كتب وتم تجربته في الأندلس منذ ظهر علم النبات والأعشاب بها لا أنكر هذا يا سيدي ولكن السبب الأول هو ما تعلمته منك أنسيت أنك درستني علوم القرآن والحديث إلى جانب علم النبات؟ لم أنسى وها أنا أراك تتفوق فيما علمتك يا ابن البيطار منك تعلمت أن العالم ينبغي أن لا يفارق ذهنه قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما مارك الله فيك يا عبد الله وزادك من علمه ما ينفعك وما تنفع به الناس انطلق حيثما تشاء يا ابن البيطار فمثلك ينبغي أن يجوب العالم بالفعل وينهل من كل موارد المعرفة مدى ابن البيطار رحلته التي ستطول فمن أين سيبدأ وماذا سيفعل